بص أنا غالبا من الناس الأوليلة جدا اللي بتبقى سعيدة لما أقرأ أو أسمع أو ألاحظ أنه تم إطلاق شائعة جديدة متعلقة بالاقتصاد أو بالسياسة أو أي كان من مناحي الدولة عندنا في مصر سعيد يا وصف بالشائعات طبعا أما ليه؟ بصة سيدي لما بتطلق الشائعة دي بتبقى فرصة أكتر من عظيمة وأكتر من رائعة أنك أنت تقعد تشرح اللي حاصل مما أدى إلى إطلاق الشائعة يعني تقدر تسبت تالت وامتلت بالحقيقة والرقم أنه اللي أطلق الشائعة كذاب فببقى سعيد زي بالضبط كده مثلا مثلا في بداية الأزمة الأوكرانية لو خدت بالك وترجع بزهنك لورا عشرة أيام هتلاقي أن فيه أكتر من صفحة أكتر من حساب سواء إذا كان على فيسبوك ولا تويتر وتويتر بالذات حبتين يبدأوا يتكلموا على أنه هناك أزمة كبيرة للعالقين المصريين في أوكرانيا مصر لن تستطيع إجلاء أبنائها من أوكرانيا مصر مش هتعرف تنقذ المصريين اللي في أوكرانيا إحقونا خلقهو وأشياء من هذا القبيل صح؟ طيب لو أنت رجعت بزهنك بالراحة هتكتشف أنك قريت الكلام ده على فيسبوك وعلى تويتر بالتحديد وفي بعض الأحوال لو أنت من متابعي تطبيق تيك توك فأنت هتلاقي أكيد أنك شفت فيديوهات كتير بتتكلم عن نسبك الحقونا يا جماعة ولادنا في أوكرانيا إحنا مش عارفين وناس تانية تتفضل علينا بأنها تشرح لنا الموقف وتقول لنا أنه طبعا استحالة مصر هتعرف تنقذ ولادها اللي موجودين في أوكرانيا يعدي يوم في التاني وتكتشف بالواقع العملي أن مصر قادرة تمام القدرة في إطار كل حرصها على أنها توجه رعايتها الكاملة للرعاية المصريين في أوكرانيا ونقلهم سالمين غانمين إلى جمهورية مصر العربية مرة تانية مش بس كده أن مصر كمان بمنتهى الإنسانية وبمنتهى الحكمة وبمنتهى التعقل توجه بتقديم كل الرعاية للأجانب اللي موجودين عندنا في مصر للأغراض السياحية الأجانب بشكل عام الأجانب حلو ومش بس الأجانب بشكل عام لكن بشكل خاص بالتأكيد السياح الروس والسياح الأوكران كل ده في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية بتواصل الحكومة المصرية بتواصل جمهورية مصر العربية تقديم كل ما يلزم من مساعدات ودعم لسه حين الأوكران اللي انتهت فترة إقامتهم تبقى للبرنامج السياحي اليوم في مصر الدعم اللي قدمته الدولة المصرية بيتمثل فيه أكتر من حاجة واحد مد فترة إقامة السياحين الأوكران واللي انتهت فترة إقامتهم في مصر في نفس ذات الفنادق المقيمين فيها وإنه يتم تحمل تكلفة الإقامة من قبل الدولة في مصر كمان التوافق على تسيير رحلات من شركة مصر الطيران وإير كايرو ليه لنقل السائحين الأوكران إلى دول الجوار الأوكراني المستعدة إلى استقبالهم وكمان هتتحمل الدولة المصرية تكلفة هذه الرحلات الجوية ده حرص إنساني من مصر لمن يريد أن يتحدث عن حرص مصر على حق الإنسان مصر بتدور الحق الإنسان في أمنه الإنسان ليس فقط هو الإنسان المواطن المصري بل والمواطن الأوكراني اللي جاي كان منورنا في بلدنا لإغاراض سياحية مش بقولك بقى الجالية اللي عايشة في وسطنا هنا لا حتى الناس اللي جاي تتفسح عاوز ترجع لدولة من الدول المحيطة بأوكرانيا أهلا وسهلا على حسابنا هتكمل قعدتك هنا لحد ما يتم تدبير رحلتك اللي هتاخدك على هذه الدولة برضو على حسابنا يعني أنا كدولة أتكفل بمصاريف مد الإقامة في نفس ذات الفنادق وأنا كدولة أدفع تكلفة الطيران إلى أن تصل إلى البلد المبتغى برضو بإذن الله بالسلام وبناء على ده إيه اللي حصل هل ده مجرد وعد أطلاقته الدولة في مصر ولا إنه واقع ملموس وحصل لأ هو حصل حدث فعل ماضي لحد دلوقتي تم نقل حوالي أربع تلاف سائح أوكراني وبيتم اتباعا الاستمرار في تسيير هذه الرحلات الجوية ليه؟ لأنه أنت كدولة مؤمنة بتخفيف المعاناة عن الناس